موسيقى تحية طيبة لا يشك أحد في أن حالة العرب العلمية متأخرة جدا اليوم فالفارق بيننا وبين العالم الشرقي والغربي مع مرور الوقت يتسع وليس من صالحنا هذا المرور لا لأننا غير قادرين على التقدم ولكن لأننا لا نرى أي للعلم أولوية وهذا ينطبق ليس فقط على مستوى الحكومات بل حتى على مستوى الشركات وأفراد المجتمع من باحثين وغيرهم كثيرا ما يتردد أن الحكومات العربية لا تصرف من ميزانياتها على العلم إلا الشيء اليسير وهذا أمر سليم ومتفق عليه فالولايات المتحدة مثلا تتصدر قائمة الصرف على العلم فيتخص مئات المليارات من الدولارات للبحث العلمي سنويا تليها الصين ثم الدول الأوروبية وروسيا وهكذا ثم تأتي الدول العربية وتحديدا الخليجية على استحياء رغم وفرة المال لديها في منتصف القائمة لتتراكم معظمها في نهايتها الكلام أيضا عن العراق نحن يأسنا من المناشدات والمطالبات بضرورة دعم التعليم لأنه الأساس في تقدم الشعوب وتطور البلدان لكن لا جدوى اليوم بدلا من أن نكرر إلقاء اللوم على الحكومات أو حتى الشركات والمنظمات والجهات المانحة التي لا تسهم أيضا في الصرف على البحث والتطوير وبما يتناسب مع العصر سنوجه أصابع الاتهام إلى المجتمع كله الخريجون من حملة الشهادات المختلفة العاملون في الأعمال الحرة المقاولون وأصحاب الشأن في المجتمع نسألهم كيف ندعم التعليم في العراق اليوم في حلقة برنامج عين العلم سنناقش مشاكل التعليم في العراق بعد أن أصبحنا في ذيل القائمة بالنسبة للدول التي تتقدم علميا وتصرف على التعليم وخصوصا ما بعد الكارثة الأخيرة التي حلت بطلبة المراحل المنتهية الثالث المتوسط والسادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي من تدني في نتائج الامتحانات والتي تسمى حسب ما رأينا بامتحانات المصير لأنها تحدد مصير هذا الفرد في اختيار الكلية ومن ثم اختيار الطريق الذي سيسير عليه الملتقى بعد الفاصل من جديد تحية طيبة سادة الأكارم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج التربوي العلمي برنامج عين العلم دائما نختار الفواصل حتى تكون حافز للمسؤولين على التربية ولمسؤولين على التعليم يشاهدون مستوى التطور والاستخنام التكنولوجيا في المدارس والجامعات بدول العالم اللي كانت في يوم من الأيام فقيرة لكن التفتت على المتعلم والتفتت على العالم والتفتت على المعلم وبالتالي ازدهرت واليوم كل الأجيال يعني منتعشة بموضوع العلم والتعلم في يوم من الأيام كانت تعاني من الحروب ومثل ما قاعد نعاني احنا بهذه الظروف راحت فترة داعش احنا نتأمل خير بالأيام الجاية مفروض أنه في بلد مثل العراق يحمل هذه الثروات يمتلك هذه المقومات حاوي على كثير مئات الآلاف من العلماء ومن المتعلمين ومن حملة الشهادات العليا مفروض أنه الأجيال القادمة هي أجيال نيرة متطورة منتعشة علميا هذا اللي نتأمله سابقا كنتوا تتحدثون أنه احنا مدارسنا آيلة للسقوط مدارسنا غير صالحة للتعلم بحجة مقاتلة التنظيمات المسلحة بحجة صرف ملايين الدولارات بل المليارات لمقاتلة تنظيم داعش والتنظيمات الخارجة عن القانون اليوم هذه التنظيمات ورقة ويعني مزقت من دفتر الظلم ومن دفتر الظلمات في تاريخ وحياة الشعب العراقي المفروض نلتفت اليوم إلى المعلم وإلى المتعلم حتى نزدهر حتى يصبح الشعب والمجتمع مجتمع مبني على أساس العلم والتعلم والرقي ولهذا دائما نختار الفواصل قريبة من الدول اللي كانت تعاني في يوم من الأيام حتى هذه أمريكا كانت تعاني في يوم من الأيام من العنصرية واليوم هناك تظاهرات حول هذا الموضوع في فيرجينيا وولايات فيرجينيا وولايات أخرى أمريكية لكن العلم تأثر الجامعات تأثرت المدارس تأثرت بالطبع لا هذه موازنة والبقية موازنة مؤلم جدا عندما يطلع وزير التربية ويتحدث عن سرقة تخصيصات عن إخفاقات من قبل الحكومة في إعطاء تخصيصات إلى الامتحانات يعني من 7 مليون دولار أو 7 مليار دينار تنقص إلى 2 مليار دينار وبالتالي شاهدنا إخفاقات في كثير من المدارس والمراكز الامتحانية وصور نشرت كثيرا في مواقع التواصل لطلاب بالفانينة والملابس الداخلية يمتحنون ويأدون امتحانات السادس مؤلمة جدا هذه المشاهد وهذه اللقطات وهذه الصور لكن السنة المقبلة بعد ما عدهم حجة بعد ما كوا حجة يقولون أنه أحنا أخفقنا في عملية تهيئة الأجواء للطلب اللي المفروض راح يواجهون امتحانات تسمى بامتحانات المصير حتى يحددوا مستقبلهم حقيقة في برنامج عين العلم ارتئانا استحداث فقرة جديدة وهي فقرة خبر عين العلم هذه الفقرة مختصة بتسليط الضوء على أبرز ما جرى على الساحة العلمية والتربوية في العراق فنستعرض وإياكم في كل حلقة من حلقات برنامج عين العلم المقبلة فقرة خبر عين العلم هذه الفقرة ستركز وتسلط الضوء على ما جرى على الساحة التعليمية خلال الأسبوع المنصر بما أنه البرنامج أسبوعي يوم واحد كل ثلاثاء ساعة السابعة مساء لذلك ما قبل هذه الأيام ما كو أخبار تجري على الساحة التعليمية قد ما نلحق نستعرضها أو نعرضها لجمهور برنامج عين العلم لذلك ارتئنا استحداث هذه الفقرة ففقرة خبر عين العلم نتجه إلى الخبر الأول والذي يتحدث عن موضوع افتتاح أول جامعة إيرانية على الأراضي العراقية بمساحة 22500 متر مربع أفادت وسائل الإعلام إيرانية الأربعاء بوضع حجر أساس أول جامعة إيرانية في العراق مشيرة إلى أن هذه الجامعة ستشمل خمس كليات للعلوم التجربية والإنسانية والإسلامية وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن مدينة الكاظمية المقدسة في العاصم العراقية بغداد شهدت اليوم وضع حجر أساس أول جامعة إيرانية في العراق مبينة أن هذه الجامعة ستحمل اسم المصطفى الأمين وأوضحت المصادر أنه شارك في مراسم وضع حجر أساس الجامعة ممثل الولي الفقيه الخامن أي في العراق والسفير الإيراني ونائب وزير التعليم العالي العراقي وحشد من أساتذة هذه الجامعة ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية على رئيس أمنا أو مجلس أمنا الجامعة ومديرها المالي قوله إن هذه الجامعة ستشمل خمس كليات للعلوم التجربية الإنسانية والإسلامية ومن المقرر أن تشمل المرحلة الأولى للمشروع بناء كليات الأداب الفقه والقانون مضيفا أن الجامعة ستبنى على أرض بمساحة 22500 متر مربع إذن اليوم أنا بصدد إنشاء جامعة إيرانية على الأراضي العراقية حقيقة هذا الخبر البعض اتلقى من الباب العلمي والتعليمي والبعض اتلقى من الناحية العاطفية والبعض اتلقى من الناحية السياسية والآخرين اتلقوا من ناحية دينية لكن أنا اليوم من هذا المنبر وهذا الرأي يمثل الرأي الشخصي كمقدم برامج مختصة بمسيرة التعليمية في العراق إذا ردنا نسوي إحصائية أو إذا ردنا نسوي إحصائية عن عدد الكليات الأهلية عن عدد الجامعات المستحدثة واللي مبنية حديثا اشقد عددها اشقد عدد الكليات اللي طلاب تورطوا راحوا دفعوا فلوس هي خاصة جامعات وكليات أهلية خاصة دفعوا فلوس ومبالغ مالية طائلة وعبروا مرحلة أولى وثانية ووصلوا إلى مراحل ثالثة ويتفاجأون أن هذه الكلية أو هذه الجامعة غير معترفيها في وزارة التعليم العالي العراقية بمعنى أنهم وقعوا تحت طائلة النصب والاحتيال لا رئيس الجامعة المستحدثة اللي هي ما معترف بها بالوزارة بوزارة التعليم عوقب ولا عميد الكلية عوقب ولا مدير الحسابات والمالية والإدارة عوقب وبالتالي اللي يتحمل الثمن واللي يدفع الثمن واللي يتحمل الأعباء خلال ثلاث سنوات دراسة هو طالب وأولياء أمور هؤلاء الطلبة جامعات كثيرة وكليات كثيرة هذا من باب من باب آخر الجامعات العراقية كم طالب قاعد يتخرج سنويا بيئات الآلاف مئات الآلاف طيب هذول الطلاب قاعد يلقون فرصة عمل هل العراق اليوم محتاج إلى أنشاء جامعة إيرانية أو باكستانية أو أمريكية أو أي جامعة أخرى إذا كان حال الطلبة حالهم حال بقية الطلبة اللي يخريجين واللي قاعدين على القهاوي والمقاهي ويضيعون وقت حالهم حال الطلبة اللي للأسف الظروف دعتهم إلى أنه ينتمون إلى عصابات مسلحة للأسف طلاب دعتهم الظروف إلى أنه ينتمون إلى مجاميع إرهابية داعش وغير داعش ليش داعش ما بيه؟ طلاب جامعات وأساتذة وخريجين لا بيه وبيه عدد ليس بقليل ولما تروح على ذول الطلبة أثناء القاء القبض عليهم وتسألهم ليش أنت ميت وإنت عقلك نير ومتطور وفاهم يقول لك من العوز فأنا اليوم العراق والعاصمة بغداد والكاظمية المقدسة هل هي بحاجة إلى إنشاء جامعة إيرانية وتضم كليات القانون والفقه والآداب وغيرها؟ برأيي ما نحتاج إحنا جامعات إحنا نحتاج عمال أو نحتاج مصانع تشيل هذول العمال اللي أكثرهم حاملة الشهادات عليا وتحطهم بأماكن مرموقة على الأقل لما نحتفل بعيد العمال يكون فعلا إلهم عيد مع جل احترامنا لأي مهنة ولأي وظيفة اليوم يستحصل منعدها العامل على لقمة العيش بالحلال الخبر الثاني اللي هو خبر عين العلم يتحدث عن قضية الرأي العام التي أثيرت مؤخرا فيها البصرة الفيحات طموح طالبة متفوقة للالتحاق بكلية الطب يتحول إلى قضية رأي عام في البصرة شدت عائلة متعففة تسكن شقة صغيرة متهالكة في محافظة البصرة ووزير التعليم العالي عبد الرزاق العيسى وكذلك رئيس الوزراء حيدر العبادي استثناء ابنتها من شرط المعدل وقبولها في كلية الطب لحصولها على معدل 93 للفرع الإحيائي على الرغم من ظروفها المعيشية القاسية وقال والد الطالبة آية توفيق محمود إن ابنتنا حصلت على معدل 93 على الرغم من ظروفها الصعبة التي لم تكن عائقا أمام تفوقها مبينا أن طموحنا وطموحها المشترك أن تكمل دراستها في كلية الطب ولذلك أناشد رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزير التعليم العالي دكتور عبد الرزاق العيسى أن يمنح استثناء من شرط المعدل لتتمكن من تحقيق حلومها إذ أن معدلها ربما لا يؤهلها لدراسة الطب وأكد العيسى أخذ حالة الطالبة بنظر الاعتبار وإمكانية قبولها من دون إجور ضمن قناة التعليم الحكومي الخاص الموازي على وفق التنافس بجامعة البصرة وفي حال لم تسعفها آليات نظام القبول المركزي الدراسة في إحدى اختصاصات المجموعة الطبية إذن كل التوفيق للطالبة آية توفيق محمود إن شاء الله كل التوفيق للطالبة آية توفيق إن شاء الله معدل 93 هو معدل لا بأس بي برغم هذه الظروف والمآسي والصعاب واعتقد مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات فضائية كثيرة ومن ضمنها قناة السامرة أيضا ركزت على الحالة المعيشية الصعبة التي مرت بها الطالبة آية توفيق فنتمنى أنه وزير التعليم العالي سيد العيسى أنه يكون فعلا يتقبل هذه الطالبة في اختصاصات المجموعة الطبية في حال ما سعفها معدلها للدخول إلى هذا الاختصاص بما أنه هي رغبتها وإحنا دائما الشاب الطموح أو الشابة الطموحة طموحة يفيد المجتمع لأنه ماكو شخص يحب شيء وما يبدع في هذا الشيء الخبر الثالث في برنامج عين العلم وهو خبر عين العلم أيضا التعليم توافق على إضافة درجات على مجموعة طلبات السادس الإعدادي من ذوي الشهداء وزارة التعليم العالي العراقية توافق على إضافة درجات على مجموعة طلبة السادس الإعدادي من ذوي الشهداء قال مصدر من داخل الوزارة إن وزارة التعليم العالي وافقت على إضافة 35 درجة على مجموعة طالب في السادس الإعدادي من ذوي الشهداء عند التقديم للمجموعة الطبية على أن لا يقل مجموعة المتقدم عن 630 درجة وتضاف 50 درجة على مجموعة طالب عند التقديم للتخصصات الأخرى إذن هذه كانت أبرز الأخبار على الساحة التعليمية والتربوية التي مرت على المجتمع العراقي والتي صادرة من وزارة التربية العراقية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية موضوع إضافة درجات على مجموعة طلبة السادس الإعدادي هو من شيء مختصين وما أنه رأي بهذا الخصوص لأنه بالتالي إذا صار تلاعب بهذا الخصوص فاعلموا أن طلاب السادس وحقوق الطلاب لدرجاتهم عالية راح أضيع لكن إن شاء الله ما يصير أي تلاعب وما يصير أي خذلان للطلبة المتفوق لأنه صعبا لما يكون طالب حاصل على درجات عالية جدا وبذراعة مثل ما سوته الطالبة آية توفيق ويتفاجأ أنه أبو الاثمانين صار أعلى من عنده ودخل كلية الطب وهو أبو الاثلاثة وتسعين بقى على حاله ودخل كليات أخرى مع احترامنا واعتزازنا كل شهادة وكل اختصاص مهما يكون بسيط فهو مبني على أساس العلم ماكو معهد وماكو كلية موجودة في العراق إذا ما كانت مبنية مناهجها على أساس العلم والتعلم وماكو أستاذي يوقف ويطي محاضرة إذا ما كان بداخل علم ورسالة يحب أنه يوصلها موضوع حلقتنا لهذا اليوم في برنامج عين العلم هو مشاكل العملية التعليمية اليوم بعد ما ظهرت نتائج السادس الإعدادي وحتى نتائج الثالث المتوسط اللي ظهرت قبلها بأكثر من عشرين يوم الكل تفاجئ صارت أخطاء في جمع الدرجات واستعرضناها بالحلقة الماضية ووضحها الوزير وزير التربية ووضحها وكيل الوزير بأنه قد تحدث أخطاء أثناء جمع الدرجات لكن هل تم علاجها؟ نعم تم علاج بعض الحالات اليوم بعد ما كثير من الطلبة صدموا من نتائج اليوم يلا بلشت عمليات المراجعة وإحنا كانت إنا اتصالات حقيقة بشخصيات مسؤولة عن هذا الموضوع وأكدوا أنه كل موقع يروج عن ظهور نتائج الاعتراضات فهذا الموقع غير صحيح إلا إذا كان الموقع صادر عن وزارة التربية العراقية أو مواقع رسمية خاصة بهذا الشأن بمعنى أنه نتائج الاعتراضات واللي عددها تقريبا 33 ألف دفتر وصلوا إلى العاصمة العراقية بغداد لا تربية صلاح الدين ولا تربية الأنبار ولا تربية السماوة ولا البصرة ولا واسط ولا أي محافظة عراقية إلى حق التلاعب في عملية التلاعب في الدرجات فكل شخص يتحدث عن وجود تلاعب هذه الرسالة والأمانة التي حملنا أن ننقلها إلى سادة المشاهدين من قبل مسؤولين وأخصائي اللجنة الدائمة للامتحانات مسؤولين مراكز الفحص في اللجنة الدائمة للامتحانات في وزارة التربية عدد الدفاتر اللي وصلت 33 ألف دفتر عدد المصححين اللي صححوا الدفاتر فيما سبق هم 1600 مصحح وكل مصحح ما إلى حق يصحح أكثر من سؤال بداخل الدفتر خاف يجي واحد ويبلش يتلاعب بأعصاب الطلبة أو بأعصاب أولياء الأمور ويقول أنه هناك تلاعب في بعض الدفاتر فهذا الشيء حسب ما أمنا أن ننقلها إلى سادة المشاهدين هذا الشيء غير صحيح لأن كل مصحح ما إلى حق يصحح إلا سؤال واحد في كل دفتر عدد المصححين 1600 مصحح هناك لجان مراجعة فيما بعد إجراء التصحيح على الدفاتر الامتحانية كل خطأ يأتي في أي دفتر تحاسب اللجنة المختصة بالتصحيح الموجودة في هذا القاطع كلها وبالتالي هناك لجان مراجعة هناك أخطاء نعم هناك أخطاء لكن تم معالجتها أخطاء في عملية الجمع نعم هناك أخطاء في عملية الجمع لكن حسب أقوال السادة المسؤولين في وزارة التربية أنه تم معالجة كثير من عددها الاعتراضات عدد الدفاتر لطلب المعترضين هم 33 ألف دفتر يعني معترضين طلاب أولياء أموره على عملية تصحيحة ليس هناك مراجعة لعملية التصحيح لكن المراجعة تستند على ثلاث مراحل المرحلة الأولى بالنسبة للدفتر لما يوصل المرحلة الأولى حتى يفتهمون السادة المشاهدين والطلب الأعزاء وولياء أمورهم الدفاتر اللي بيها الاعتراض عدد دفاتر 33 دفتر الدفاتر تمر بثلاثة مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة الإطلاع على الدفتر بشكل كامل هل هناك سؤال أو فرع لم يتم تصحيحة؟ هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية هي عملية جمع الدرجات في داخل الدفتر والمرحلة الثالثة نقل الدرجات من بطن الدفتر إلى الغلاف وجمع الدرجات على ظهر الغلاف ليس هناك عملية إعادة للتصحيح فالطلاب اللي كانوا يتكلمون عن عملية تغيير غلاف نظرت بها وزارة التربية وبعد ست أيام من الآن إن شاء الله رح تطلع النتائج يعني بالحلقة المقبلة في برنامج عين العلم سنناقش موضوع نتائج الاعتراضات لامتحانات المصير اللي طلعنا بيها قبل أسبوع فانتظرونا بالحلقة الجاية إن شاء الله حتى نناقش موضوع الاعتراضات هذا الشيء وجزء لا يتجزى من مشاكل العملية التعليمية يعني الطالب خلال 11 سنة أو 12 سنة تعليم يتواجه مع السادس الإعدادي اللي هو يمثل امتحانات المصير وبالتالي ينتقل إلى الكلية الأخرى هذه من الناحية الطلابية لكن من الناحية التعليمية كوادر التدريسية أكو مشاكل يتواجه التدريسين الجواب نعم للأسف حدثة عمليات مطاردة وأنا أشهد على هذا المصطلح مطاردة لمراقبين لمشرفين لأساتذة لمعلمين فيما بعد إجراء الامتحانات بمعنى القاعة الامتحانية اللي تم التوقيع على أنه هي غش جماعي المميز والكادر وغيرها كلهم اليوم يتعرضون إلى عمليات تهديد حتى لا يداركنا الوقت اليوم الكفاءات العلمية في العراق تتعرض إلى التهديدات وبالتالي بعد ما يتعرض المدرس والمعلم والأستاذ الجامعي إلى تهديد ما راح ينوي ينوي إلى الهجرة فكثير من المحافظات العراقية اللي تعرضت إلى خروقات أمنية اليوم كوادرها التدريسية تهاجر منها وبالتالي لا تتفاجأون لما يكون هناك تذبذف في النتائج يعني لما يكون الدرجات مرتفعة في الجنوب عن الغرب المحافظات الغربية اللي هي الأنبار وعن مناطق في الأطراف العاصمة العراقية بغداد لا تتفاجأون لأنه الكوادر التدريسية الكفوأة تعرضت إلى التهديد وبالتالي هاجرت خلي ننتقل إلى محافظة ديالة واللي للأسف كان الكفاءات العلمية كانت إلها حصة في عملية الحصول على تهديدات بالقتل وبالتالي اختارت إلى الهجرة ولذلك لما نلاحظ أنه تسلسل محافظة ديالة يعني دائما متذبذب في بعض الأحيان بذيل القائمة وأحيانا في منتصف أو في مقدمة القائمة هذا يعتمد على الكوادر التدريسية الكفوأة لموجودة في كل مدرسة وفي كل مركز علمي خلينا ننتقل بالوجه إلى محافظة ديالة وتقرير الزميل مصطفى الجوراني والتقرير الذي يتحدث للأسف عن هجرة الكوادر والكفاءات العلمية فإلى محافظة ديالة كثيرة هي الأسباب التي أدت إلى هجرة بعض الكفاءات وتفكير القسم الآخر بها ولعل من أبرزها الأوضاع الأمنية والسياسية التي تمر بها محافظة ديالة بالإضافة إلى عدم الاهتمام بهذه الشريحة المهمة التي تمثل الأبنة الأساسية لبناء المحافظة والنهوض بها بسبب ترد الأوضاع الأمنية بالعراق بصورة عامة وليس بمحافظة ديالة مما أجبر الكثير من الكفاءات العلمية والثقافية والرياضية إلى الهجرة خارج المحافظة وهذا طبعا يسبب خسارة كل شبيرة يعني كثير من الأطباء بالذات غادروا مدينة بعقوبة أو محافظة ديالة في صورة عامة أنه يسبب بحالات محرجة لمرضاهم نحن نفتقر إلى موازين تحد من عملية استهداف الكفاءات العليا استهداف الكفاءات بكافة مسمياتها لذا نحتاج دعم من الحكومة نحتاج تواصل مع هذه الكفاءات مراقبون للشان المحلي بيّنوا أن هذه الكفاءات جاءت نتيجة جهد وسهر ودراسة مكثفة فيجب على أصحاب الشان الاهتمام بهم وتوفير الأجواء المناسبة لهم والاقتداء بالدول الأخرى بكيفية المحافظة على طاقاتها وكفاءاتها فيما بيّن آخرون أن على الجهات الأمنية والسياسية وضع آلية وتوفير ضمانات وحماية أمنية لعودة هذه الكفاءات للعمل في المحافظة نحن لو نرجع للخلف اليوم أنا أريد أن أصير مشتهد في دروسي في دراسي في مدرسي من الابتدائية ثانوية متوسطة كلية اليوم كان عندي طموح أنه أنا صغير أفكر أنه أوصل إلى مرتبة بحيث أقدر بها أخدم بلدي على مستوى الكفاءات اليوم يبكر شلون يخدم لكن ماكو أجي الأجواء بالإضافة استهدافة من الجميع المسلحة لذلك يعني أنا قبل فترة شرك في إحدى الدول المجاورة لعراق يعني حقا وجدت هناك اهتمام بالطفل اللي هو بالمدرسة عاد مون بالكفاءات حافظت إديالة هي الضحية كانت من عام 2003 ولغاية الآن أغلب الكفاءات الطبية اللي موجودة والتدريسية تجدها في إقليم كردستان أو في دول الجوار مرحب دائما في الكفاءات العلمية العراقية حتى على مستوى دول الجوار أو دول العالم لما تمتلكها من خبرة واسعة ومرموقة أعتقد أنه لازم توضع الجهات التنفيذية الحكومية مع القيادات الأمنية وضع آلية لعودة تلك الكفاءات شعور هذه الكفاءات بالأمن والاهتمام كلها أسباب كفيلة بالحد من هذه الآفة التي بدأت تنخر جسد المجتمع فضلا عن عودة المهاجرين منهم لخدمة محافظة ديالة لقناة سامراء مصطفى الجوراني ديالة من جديد حياكم الله سادة الله كارم إذن الموضوع حقيقة موضوع مؤلم لما تشاهد الكفاءات العلمية التربوية من معلمين ومدرسين وأساتذة جامعيين تكون بيهم النتيجة خارج مناطق سكناهم الأصلية خارج المناطق اللي دائما فكروا أنهم يخدموها خدموها بالعلم اللي يتلقوا على مدى السنوات الماضية حتى ينقلوا إلى الأجيال الحالية والقادمة فالمفروض اليوم الدولة بدل ما تشكل أو تجيب جامعات إيرانية وغير إيرانية تحافظ على الكوادر التدريسية والتعليمية والتربوية اللي موجودة بالعراق المدرس اللي يريد ينتسب من مكان إلى مكان آخر ما أحاربة ولا عيقة لأنه ما مرتاح بهذه المنطقة وبالتالي حبي يتوجه إلى منطقة أخرى نعم راح يضيف أعباء عليها لكن من المستحيل لشخص ما يحسب أمان بمنطقة ويقدر يقدم لها الشيء اللي المفروض أنه هو يقدم إليه محافظة ديالة اللي لحد الآن مجاميع مسلحة تصل وتجول فيها اللي لحد الآن للأسف مأساتها مثل مأسات الموصل ومحافظة نينوى بشكل عام بيش المحافظة صارت بيد أشخاص خارجين عن القانون واليوم ديالة الأشخاص الخارجين عن القانون نفسهم يهددون الناس الأصليين وتحديدا الفئة الأهم بمجتمع ديالة اللي هي فئة بنات المستقبل والحماية على العلم في الحاضر الكوادر التدريسية والتربوية فلا تتفاجأون لما بالسنوات الجاية تكون محافظة ديالة في ذيل القائمة فإلى المسؤولين الأمنيين في ديالة عليهم مراقبة هذا الشأ كل مدرس وكل معلم يتعرض إلى تهديد وفرض على الأقل أشكل لجنة حتى أتقص الحقائق حتى أبحث عن صاحب التهديد وألقي القبض عليه حتى يكون عبرة الغيرة لأن هذا الشخص مفرض هو فعلاً اللي هو التدريسي والتربوي مفرض هو اللي يكون الخط الأحمر مو بقية الناس وكيد الشعب العراقي فاهماني عن شنو دا أتكلم خطوط الحمراء مو المعلمين والمدرسين وليسوا أشخاص آخرين هذه الحالة اللي دا تصير بديالة دا تصير بمحافظات أخرى الوجهة إلى محافظة ميسان ميسان اللي طابعها عشائري أيضاً هذا الطابع للأسف بلش يأثر على الكوادر التدريسية والتعليمية والتربوية يعني المدرس ما يقدر يتكلموا يا هذا الطالب ويسين من الناس من الطلاب أو التلاميذ ما يقدر يتكلموا ياهم لأنه هذا الشخص عنده اتصال وترابط بالنسبة لي ولأمره اتصال وترابط مع شيخ العشير الفلاني وبالتالي محافظة ميسان هي متضررة أيضاً لعبالكم لما يكون رجل الدين يدخل بالعلم رح يفلح العلم ولا الدين رح يفلح ولا عبالكم أنه لما شيخ العشيرة يدخل بالتعلم والعملية التربوية رح تفلح العملية التربوية ورح تقوم له أكو قوانين تصدر من وزارة هذه القوانين الكل المفروض يخضع إلها ابتداء من التلميذ والطالب والمعلم والمدرس والأستاذ الجامعي والطالب الجامعي وحتى رئيس الجامعة وعميد الكلية وحتى الوزير نفسه القانون القانون المفروض اللي يكون فوق الجميع فنقول لشيخ العشيرة يا شيخنا العزيز يا شيخنا الفاضل فقعدوا بمظيفك ولا تدخل بالعملية التعليمية والتربوية ونقول رجل الدين أصعد على منبرك ووجه الناس بالطريق الصحيح ولا تدخل بالعملية التعليمية والتربوية الفصل في كل شيء هو الأساس في نجاح الأشياء يعني لما أفصل الدين عن السياسة الدين رح يعيش بانتعاش والسياسة تعيش بانتعاش وهذا الحال ما ينطبق فقط عن الدين والسياسة لا ينطبق أيضا على العملية التعليمية على التربية والتعليم فما من المعقول اليوم للطلاب أنه هم اللي يتحكمون الكوادر التدريسية العصى خرجت من الجنة ويقوم الطالب والتلميذ بعد فرض العقوبة على هذا الطالب والتلميذ ولهذا حقيقة كانت هناك صحوة فعلية وحقيقية وانحييهم عليها عشائرنا الأكارم في محافظة ميسان اللي عن طريقها قاموا مؤتمر عشائري حتى لا يقولون شيخ العشيرة يقف مع فلان دون علان مؤتمر عشائري من أجل ماذا؟ من أجل حماية المتعلم وأنا أجزم ما سووا هذا المؤتمر إلا بعد ما أدركوا أنه محافظة ميسان بدأت تعيش في ذيل القائمة للمحافظات المتعلمة والمتطورة علمية ولهذا قاموا هذا المؤتمر ما قاموا هذا المؤتمر إلا بعد ما حسوا أنه المعلم والمدرس اليوم في خطر خلينا ننتقل إلى محافظة ميسان ومؤتمر ميسان العشائري لحماية المعلم والمدرس والكادر التدريسي والتربوي في المحافظة في الوجهة إلى ميسان اعتداءات متكررة من قبل بعض أولياء الأمور والأهالي على الكوادر التدريسية تثير القلق لدى التربويين دون رادع لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة ميسان طالبت خلال مؤتمر عشائري تربوي بتفعيل قانون حماية المعلمين وإبعاد الكوادر التعليمية من خطر النزاعات العشائرية كلنا أمل بزعماء القبائل ورؤساء العشائر أن تتكاتف الجهود وتتكثف من أجل حماية المعلم وإعطائه الكرامة والمقام الذي يليق به وأن يكون المعلم بمنأة عن النزاعات العشائرية التي أصبحت تهدد كيانه وتعيق عمله القضية قضية العشائرية نعتبرها من وجهة نظرنا كإشراف تربوي نعتبرها مشكلة كبيرة في إداءة واجباتنا وفي عمل لابد من أصدار قانون يحمل المعلم نقابة المعلمين في ميسان أبدت قلقها البالغ من تنامي ظاهرة الاعتداءات على الكوادر التربوية في ظل ضعف الجهات المعنية بحماية المعلم مطالبة بوقفة حقيقية إزاء القضية هذا المؤتمر هو مؤتمر مكمل للمؤتمرات السابقة بغية الحد من ظاهرة الاعتداء على المعلمين والمدرسين طبعا لا يمكن للتعليم أن يستمر ما لم تكن هناك حماية ومن قبل أبناء المجتمع الجميع يرفض الاعتداء على الهيئات التعليمية والتدريسية عندما نحمل معلم نستطيع أن نبني عملية تربوية مثمرة وناجحة في حضورنا اليوم بهذا المؤتمر ومؤتمر حماية المعلم كشيوخ عشائر أو مسؤولين جهاز سياسية ندعم هذا المؤتمر لحماية المعلم لكون المعلم النواة الأساسية في المجتمع ويجب علينا هذا القانون أن ينفذ من قبل البرلمان العراقي والمؤسسات الدولية الحكومية وقعنا وثيقة قبل شهرين أنه كل من يقوم بعمل ضد المعلم يخرج من عشيرته وعشير تمام التزمبي وهذا العمل يحتبر عمل طائش ونحتبر عمل إرهابي كل من يتعدى على المعلم والعلم لأن هذا يضرب كل مصلحة البلد ويضرب سمعة العشائر وغير لائق العشائر وتجدر الإشارة إلى أن محافظة ميسان شهدت في فترة سابقة حدوث بعض الاتداءات على الكوادر التربوية ومنها حوادث مقتل مشرفين التربويين بسبب نزاعات عشائرية مسلحة لبرنامج عين العلم سامر العقابي ميسان ترجمة نانسي قنقر أوليتها عن القتلة اللي اليوم يهددون الكوادر التدريسية والتعليمية والتربوية كل شخص قاتل العشائر ما إلها دخل بي وأصلا متبرية من عنده وبالتالي هذه رسالة للقوات الأمنية اللي موجودة هناك لا تخافون من الشخص اللي يهدد الكوادر التدريسية والتعليمية والتربوية القلقبض عليها لا تفكرون أنه هذا قد يكون تابع إلى عشيرة وبالتالي رح يصير صدامات عشائرية في هذه المحافظة وبالتالي تحدث عمليات إراقة الدماء إراقة الدماء تقف عند إلقاء القبض على الناس اللي يهددون بالكوادر التدريسية والتعليمية والتربوية إذن هذه مشكلة اليوم أيضا تواجه محافظة ميسان واللي هي مشكلة التهديد بالقتل وحسب ما رواننا ساميننا مصطفى أو سامر العقابي من محافظة ميسان ذكر أنه عمليات قتل حثت بحق مشرفين تربويين بسبب نزاعات عشائرية ولما نرجع على نزاعات العشائرية فإحنا اليوم العشائر تبري نفسها من هذا اللي قاعد يصير فنتمنى أيضا من القيادات الأمنية المسؤولة عن أمن الناس وتحديدا الخطوط الحمراء اللي هم المعلمين والمدرسين المفروض هم ذول اللي يسمون فعلا الخطوط الحمراء من المستحيل اليوم لمعلم أو مدرس أنه يتعرض إلى تهديد هذا جايد يؤدي واجبة وحالف كلام رب العالمين أنه من المفترض أن يؤدي واجبة على أتم وجه من مشاكل التعليم الأخرى اللي واجهتنا خلال المسيرة التعليمية كلها مدارس ماكو وإذا كانت أكو مدارس فالمدارس متهالكة هذه في المحافظات اللي ما صار بيها قتال وما صار بيها داعش فما بالك بالمدارس اللي صار بيها قتال وصار بيها داعش خلونا بالمدارس اللي ما صار بيها قتال محافظة المثنى السماوة السماوة اللي ما دخلها داعش ولا يتجرأ يدخل لها ولا يفكر بيوم من الأيام أنه يتقرب عليها لكن بيها مشاكل تعليمية وتربوية نعم بيها مشاكل من أبرز المشاكل هي غياب المدارس وإذا كانت مدارس موجودة فكل المدارس تقريبا بيها دوام ثنائي مزدوج يعني الطالب الساعة بثمانية لحد الساعة بـ 11 يرجع الأهلة في حين سابقا في ظل الحصار وقبل الاحتلال وكانت فلوس ماك وعد الناس الطالب يروح يتعلم لأنه دوام يزيد عن الست ساعات خلي نشاهد الحملات التطوعية للناس للمدنيين اللي ما تجهوا إلى هذا الأساس إلا ما بعد شافوا عجز حكومي تقصير حكومي أكبر بين العجز والتقصير العجز أن الدولة عاجزة لكن الدولة عدها فلوس وعدها كوادر فنية لكن تقصير نعم تقصير تقصير من 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 القائمين على المفروض أنه يقومون المدارس ويعيدون تأهيلها لكن بعد ما أيسوا الناس اتجهوا إلى جمع التبرعات واللجوء إلى عمليات إعادة تأهيل هذه المدارس خلنشوف هذا التقرير اللي عدنا يا زميل حسين عزيز من محافظة المثنى السماوة في ظل عجز الحكومات المحلية عن النهوض بواقع الأبنية المدرسية المتهلكة في محافظة المثنى بادرت مجموعات شبابية بحملات تطوعية للاهتمام بهذا الأمر لخدمتكم مشروع تطوعي بدأت به مجموعة من شباب المحافظة لعادة تأهيل المدارس التي تعاني من نقص واضح في مرافقها وجعلها بصورة أفضل وبالشكل الذي يخدم طرفي العملية التربوية المعلم والتلميذ مشروع تطوعي جمع أبناء محافظة المثنى المتطوعين مبالغ من المال والدعم اللوجستي من خلال متطوعين الصباغين والنجارين والحدادين وقد قاموا بشراء مادة الصبغ وغيرها لغراض تأهيل بعض المدارس بالنسبة للتبرعات التي تم دعم الحملة من ناس الخيرين في داخل المحافظة ولم يتدخل أي جهة سياسية بهذا العمل يعتمد المشروع على تبرعات المواطنين بصورة عامة ومتطوعين من المهن مثل السباك حداد نجار صباك هل جايش شوفون الأخوان الصبابيغ كلهم أخوان متطوعين الحملة هذه تمولت من الأهالي الساكنين قرب هذه المدارس إذ حضيت هذه الحملة بترحيب من قبل الأهالي الذين أكدوا استمرار دعمهم لمثل هذه المبادرات التي تهدف لخدمة الصالح العام أنا أحد والد طلاب في هذه المدرسة كان سائل يدعم بيها كان المدرسة هذه الوضع مالت تعبان كل شيء وخدمة بيها مسيئة جدا وأنا من ضمن ساكن منطقة ونتحسب بي أنا نقلب الفترة بس أساسا من شفت الشباب جايش طالون المدرسة وعملهم المدرسة اطرعت جديدة اليوم صار كاليوم فتحوها مجموعة من الشباب أهالي السماوة في منطقة الحي الجمهوري تم تبرع عدد من الطلاب وولئة الأمور المبالغ ومجموعة من الشباب بتأهيل وتأهيل المدرسة بأحسن صورة والآن المدرسة بصورة جيدة جدا ويبدو أن وطيرة هذه المبادرة ستشهد تصاعدا خلال الفترة المقبلة نظرا لاستمرار الأزمة المالية في محافظة المثنى التي تتذرع بها الجهات الحكومية في النهوض بواقع الأبنية المدرسية بحسب مراقبين لقناة سامراء الفضائية حسين عزيز المثنى إذن شكرا للزميل حسين عزيز اللي كان من المفترض أنه ناخذ كضيف حتى يتحدث معنا وينقلنا الصورة اللي قاعدة تصير في محافظة المثنى السماوة حتى يتكلم عن واقع العملية التروية لكن ضيق الوقت لكن أنا عندي تعليق بما يخص هذا التقرير اليوم نحن نشد على إيد المتطوعين والمتبرعين من الأهالي اللي اليوم بعد ما أيسوا من المسؤولين عن إعادة تأهيل المدارس والمؤسسات التعليمية والتربوية وبلشوا يعتمدون على أنفسهم نحن نشد على إيدهم ونشكرهم ونشجعهم لكن العتب على الناس اللي ذكرتهم قبل اللحظات المسؤولين على إعادة أو إدامة المدارس المدارس بعدها قائمة وبعدها واكفة لكن مفروض إعادة تأهيلها القانون يقولهيش كل ثلاث سنوات لأنه طلاب يعني داخلين وخارجين وأضيف إلى ذلك أنه الدوام مو دوام منفرد لا دوام مزدوج يعني ثنائي ودوام ثلاثي في المدارس وبالتالي أصبحت المدارس متهالكة فبعد ما شافوا أنه طلابهم من المستحيل أنه يقعدون على رحلات متهالكة وحياطين مهشمة اضطروا أنه يعتمدون على أنفسهم هذا الشيء جيد لكننا اليوم ننطي فرصة للسراق أن يستمروا بسرقتهم حقيقة بالدقائق المتبقية أنا دائما عندي ختام وقصة فيما يتم عرضه في حلقات برنامج عين العلم ففي ظل ما يتعرض له الأساتذة والكوادر التربوية من مضايقات مجتمعية وظائقات مادية لا تتفاجأون عندما ترون أستاذ سواء كان معلم أو مدرس يعمل بمطعم أو بمقهى أو بعمل ما يليق به مع جول احترامي وتقديري لكل المهند أذكر لكم قصة طالب دخل مطعماً فوجد أستاذه الذي درسه يعمل طاهياً في هذا المطعم في المناطق التي قطعت عنها الدولة العراقية الرواتب في فترة من الفترات فصورها من خلال قصيدة ماذا أقول وقد رأيت معلمي في مطعم الخضراء يعمل طاهياً يا ليتني ما عشت يوماً كي أرى من قادنا للسعدي أصبح باكياً لما رآني غض عني طرفه كي لا أكلمه وأصبح لاهياً هو محرج لكنني ناديته يا من أنرت الدربة خلتك ناسياً فأجاب مبتسماً ويمسح كفه أهلاً بسامي مثل اسمك سامياً إن كنت تسأل عن وجودي هاهنا فالوضع أصبح بالإجابة كافياً قطعوا الرواتب يا بني وحالنا قد زاد سوءاً بعد سوء خافياً الجوع يسكن بيت كل معلم والبؤس درساً في المدارس سارياً إن لمتني عما فعلت مصارحاً فإليك أطرح يا بني سؤالياً إن عدت للتدريس أين رواتبي؟ أو كيف أطعم يا رعاك عيالياً؟ أو كيف أدفع للمؤجر حقه إن جاء يطلبني ويصرخ عالياً؟ أو كيف أشرح للعيال دروسهم؟ وأنا أفكر كيف أرجع ماشياً؟ الكلب أصبح سيداً واللص أصبح قاضياً وأن المعلم لم أعش في العمر يوماً سالياً أثنيت عمري في العمل ما كنت يوماً عاصياً العلم أصبح هين والجهل أصبح عالياً من ذا يلوم معلماً إن صار يعمل ساقياً؟ أو عاملاً في ورشة أو في المطاعم طاهياً؟ بالختام إذا أريد لمجتمع أن يتطور ويتقدم فليعز المعلم واليكرم المتعلم الملتقى في الحلقة القادمة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر